مرحبا بكم في قناة مطبختي لمسان اليوم من المطبخي تلكم وصفة فلفل طاي بتعناسة لمسان كنت وعدتكم به في الفيديو السابق وهذا الفلفل ما يخطرناه في جميع المناسبات في الاعياد في الافراح في حتى في الاعراس دينا وكذلك في شهر رمضان خاصوا يكون حاضر معايا خليكم معايا حتى الاخر باش تكتشفوا كل اسرار البنت على هذا الفلفل نبدأ بسم الله على بركة الله أول خطوة اللي نبدأ بها هكين شيء الفلفل نخصل الفلفل دينا جيدا هذيك لغبرة ولا الترب اللي يكون فيه نخصله وعاوضه حتى نحاول حتى تلك المواد الكيميائية اللي فيه عاوض بعد اللي نخصله نعنوه يقطر نمشي وننشفه من شافة ولا من ديلة المطبخ نعاوض نفوت نقصره كام هذو كرسان اللي فيه باش نفوت عادن شوي واحد اذا نشويته هنا فوق تخيبيه ولي ما عنداش تخيبيه تقاتي شوي في الفرن ومباشرة بعد نشوي نغمه هكذا فشكالات البلاستيك وخليه حتى يعرق جيدا ولي ما يحبش شكالات البلاستيك يضحيه في قلب طنجرة ويغدعليها ولا في قلب كوكت ويغدعليها وكينكملون شوي كامل كميات الفلفل اللي عندي مباشرة نخليه يبردلي جيدا نعاوض نفوته ايوه هشوفو ان هنا شويت بزيادة اخر تاني ماشي نخبيه هده الكمية في قنجراتر طيبتلكم شوية وعملتلكم فيديو واللي بقالي خبيته في قنجراتر اللي حبشوف طريقة اللي شويت فيها الفلفل جميع النصائح وطريقة اللي نحتفظ به في قنجراتر دقلو نحط لكم الرابط الوصفة في صندق الوصف تضغطو غي على العنوان تدخلو مباشرة صندق الوصف تطبو فيها الرابط تم تضغطو عليه تسيبو الفيديو بالتفصيل كيكملتو نقيتو مليح مليحو نقاو الفلفل ديالكم بلامة اللي بنعت ناصيح الفلفل اللي لا تحبو يجيكم بنيم خاصكم تنقاوها بلامة نحيطو كام هديك الزرع و هديك الأشراك وانا ما استعملت حتى قطرة ترمى يكي تكون يديا شوية مصخة تشللها مباشرة تنفوتو باش نقطع الفلفل جبت لعب بلانش ديالي و بقيت نصدفتك الفلفل حبة فأختها هدوك لقيت على هدوك شرائح تلفلفل حتيتهم حبة فأختها و بقيت نقصهم بشكل طولي شرائح بشكل طولي عاو نقصهم بالعرض و حاولوا تقصوا الفلفل ديالكم قرائد صغار ما تكبروش لقيتاعة الفلفل بنافس الطريقة نقطع الفلفل ديالي كامل بها تشكوا معكم تشوفو في الفيديو ولكن تمييزو هاته الفلفل خلطته بين الفلفل الخضر و فلفل الحمر باش يجيكم الفلفل ديالكم بنين ما تطيبوش غير الخضر ببحدو طيبو يا الحمر ببحدو ولا خضر وحمر لا تعملوش هاته الخضر بوحدو يجيكم شوية مر ماشي بنين بزاف ولكن كذلك كان الحبة ديال الفلفل تكون هي بجودها مخلطة بين الخضر والحمر هاته الفلفل شباب بزاف زاف غير شرائح و يجيكم الفلفل ديالكم يجيكم طيب وما يجيكم شمر بعد اللي كملتوا أصص كامل الفلفل مباشرة نفضو الطوماتيش شوفو البنات طوماتيش ديالكم لين طيبو بها الفلفل خاصنا تكون طريا يعني تكون طيبة وما نشويوهاش هوا تكينت نعملو الفلفل مدقوك نشوي وطوماتيش نفوتو بش نكلتين تكون طوماتيش بان hela XLT حبيبico نقشر كاملت عملي من افروضات حبيبة في طوماتيشって的U되는ها نقصوا الطتاع صغيرة تجربين قراءة طوماتيش طيب يحب طوماتيش من قراءة صغيرة لا تغيبين الفلفل التي يوجد يوجد كمية طوماتيش هنا هي الكمية التي تجربينها انظروا طوماتيش و الفلفل يوجد أن يفوتون نفت 3-4التون نضغبينها وحتى التوم مدى بكم ما تغابيوهاش أرسوها الى قطع صغيرة ولي ولادهم يحبوشتهم غابيوه عادة كانشي ناس يخليوا الحبات التوم صحاح يخليوهم يطلقون البلناو ومن بعد اللي طيبو يمشيوا عادي نحيوهم نكمل وقصصتهم هكدا قطع صغيرة مباشرة نمشيوا نطيبوه ضفت على هاديك التوم زوج ملاعق كبيرة على الزيت ما تكتروش بزاف بزاف الزيت بش ما يجيكم مش مزيت مباشرة نمشي نعم هاتيك التوم ديالي تتقل لي هذا هاتي نحاقلكم التوم البنات وكانتت تحاقلكم التوم الفلفلاخية يجمر خاصنا التوم ديالها غيت تتقل نمشي ونرميو عليها طوماطيش ونعملو هاديك الطوماطيش ناطيب غيل هي الطيب البنات وحنا هكدا نكرفزو هكدا نضغط عليها بالملعقات الخشب نمشي ونضيفوه التوابل الفلفل ما يحتاج بزاف التوابل يحتاج غيل الملح لحساب كمية الفلفل هذا اللي بنتم من الملح سأخطر الفلفل الخفا يجي مالح لا يحميش بزاف الملح وملعقة صغيرة الفلفل الحمر حلو وانا عملت ربع ملعقة صغيرة الفلفل الحمر الحار بعد بكم تعملوا الوحش شوية لعندكم هداك الجواب الفلفل الحار يكون عندكم تزيد وتخلطوه مع الفلفل باش الفلفل ديالكم يجي بنين يجي الشباب كي يكون شوية في هديك البنة تلحرورة وهدوه من التوابلين نعملهم فلفلفل ما فيهش كامل بزاف الحراش ما تكتروش الحراش الفلفل مباشرة كيديك طوماتيش بدا يدخل هاتياب وبدأتولي معانا طرية نمشي نضيف الفلفل في هاد المرحلة نضيف الفلفل هاني اضفت هاد الكيميات الفلفل اللي عندي وبقيت نخلط هداك طوماتيش مع ذاك الفلفل خلطو مليح مليح ونقصوا على القاز الفلفل ديالنا خاصنا يطيب على نار نقصة أخذر كل شي طيب هداك الفلفل كيشوينه يكون تري معانا نخليه وهي يتجمر ويشرب هداك اللي بتعطوه ماطيش خاطره والفلفل غيلهو والتيب وحنا هكدا نضغطو عليه مشيغ نحركو نضغطو عليه ونحركو و هناك الناس اللي يحبوا الفلفل ديالهم بالأصص وكاين يحبوه نشف اوغي تضغطو عليه إلا حسيتو هناش بتقدو تضيدو الغيح شوية على الماء بسحيلة تحبو الفلفل ديالكم يجيكم بنين 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 خاصكم تضيدو الويلو الماء خاصو يطيب غيف هتاك المالي سطر الاطماطيش والفلفل وكي تحسو بالفلفل ديالكم صعي الطاب كنمسة اخيرة زيدو هكدا حلكم باتع زيت الزيتون تزيدو بالنارة وعالبنات زيدوها مع التالي كامل كالفلفل ديالكم يوجد نخلطو هدك الزيت الزيتون كده خلطها خفيفة ومباشرة غير نخلطوها الزيت الزيتون نطفيو على الفلفل لينا باش يبقى نازل الزيت زيتون وماتن حقناش مباشرة انطفيو عليها والفلفل لينا يكون وجد وهوا ده الفلفل لينا نشوفو كيفاش طاب شوفو كيفاش يجيب النارة وعالبنات نجربو هاد الطريقة هادى طريقاني نطيبو بها الفلفل طائب نحن كنقولو فلفل طيب نعرفو بلي هو فلفل بطيب طوماتيش هدي هي الطريقة ترقمو باشا نفوتو باش نعملو فطبسي نحن فالعراس نعملوه فطباسية صغار البنات نعملو زوج طباسية سولا ثلاثة هنا على حساب الطابلة ونعملوه فطباسية صغار ما نعملوش فطباسية كبار ماشين يعرفو علاش عادي نحبو بزاف الفلفل ويحطوهنا دايما غيف طباسية هكذا كصغار وصلنا الى نهاية الفيديو تنهى اليوم راني طيبت معكم شوية الفلفل طيب تانيسة لمسان ولي بقالي راني عملتهم شكاير ونخبيهم فقونجلاتا غير ربي كتب شهر رمضان الكريم سيبهم كل حسانة ولي حب الفيديو بالتفصيل الرابط راح في صندق الوصف اللي وصل معايا حتى لنهاد المرحلة نقولو اللي لا يعطيه الصحة ونشكركم بزاف بزاف وما تنسوني شبال لايك وبدعمكم وبتعليقاتكم اللي تفرحني بزاف زاف ربي يفرحكم دنيا واخرة ونشوفكم فيديو اخر بادني الله